اشتركوا في القناة ويرضى واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد إخوان المشاهدين لا نزال نتكلم وإياكم على شيء من المعاني التي ذكرها أهل التفسير في تفسير سورة الكهف هذه السورة التي نقرأها باستمرار في يوم الجمعة وقد صحح كثير من أهل العلم الأحاديث الواردة في فضل قراءتها في يوم الجمعة وقد ذكرنا طرفاً منها في حلقاتنا السابقة هذه السورة احتوت على جملة كبيرة من المقاصد من أعظمها بيان نعمة إنزال القرآن الكريم وبيان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الإيمان وأنه من أعظم النعم التي سيجاز عليها العبد وبيان ما يناقض الإيمان وهو الشرك بالله والعقوبة المترتبة على ذلك ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حال هذه الدنيا وأنه ما خلقها إلا لأجل اختبار الناس ولابتلائهم بالعمل الحسن فقال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها والزينة كما نعلم جميعاً هي التي تحسن القبيح أو تعطي الشيء الجميل جمالاً أكثر فتسلب الأنظار ويغتر بها الناظر ولأجل ذلك فإن الكثير قد يغتر بزينة الحياة الدنيا التي مآلها كما قال في الآية التي بعدها وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أي هذه الزينة ستنتهي ولابد فتصبح تراب لا قيمة لها جُرُزًا أي خالية خاوية لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلها ابتلاءاً فقال ليبلوكم أيكم أحسن لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وقال في سورة تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ثم ضرب الله عز وجل لنا مثلاً في قصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الكهف من قصص بني إسرائيل وبنوا إسرائيل ينسبون إلى إسرائيل وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام وبنوا إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيهم الأعاجيب وقصص بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو الذي صح من جهة السند كالتي وردت في القرآن الكريم أو في صحيح سنة سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فنقبلها ونأخذ منها الدروس والعبر وبعض الفقهة يستند إليها في دليل يسمى في دليل للاستنباط يسمى حكم أو شرع من كان قبلنا النوع الثاني ما لم يثبت فيه سند لم يصح فيه سند فمثل هذه ينظر فيها إلى هل هذه القصة عن بني إسرائيل فيها ما يتعارض مع شرعنا أو لا يتعارض مع شرعنا فإن كان وهذا الجزء الثاني مما لم يصح يتعارض مع شرعنا فإننا في هذه الحال لا نقبله وإن كان لا يتعارض مع الشرع فإننا نحدث به و لا نكذبه و لا نصدقه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج و من قصص بني إسرائيل قصة أصحاب الكهف و سميت سورة الكهف على قصتهم تعالوا بنا ننظر في شيء من معاني هذه القصة و أحسن القصص هي قصص القرآن الكريم لأنها قصص حقيقية صحيحة فيها من الدروس و العبر الشيء الكثير يقول الله سبحانه و تعالى في هذه القصة أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجبا رب العالمين سبحانه و تعالى يبين في هذه القصة اهتمام أصحاب الكهف بالإيمان و كيف أنهم ضحوا بكل شيء في سبيل الحفاظ على عقيدتهم و على إيمانهم و للدلالة على قدرة الله سبحانه و تعالى و أنه على كل شيء قدير قال الله عز و جل أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجبا و الرقيم كما ذكر أهل التفسير على الصحيح من أقوال أهل العلم هو الكتاب المرقوم أي المكتوب حيث سجلت أسماؤهم في لوح و وضعت عند باب الكهف إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة و هي لنا من أمرنا رشدا هنا رب العالمين سبحانه و تعالى في هذه الآية لخصا و ذكر جانبا من جوانب قصتهم أي أنهم أولا فتية و الفتية هم الشباب و عددهم كما سيأتي في نهاية القصة سبعة و كلبهم ثامنهم أو الفتية إلى الكهف والكهف كما هو معلوم غار في الجبل فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة و هي لنا من أمرنا رشدا و تأملوا إلى هذا الدعاء من هؤلاء الفتية الذين سألوا الله سبحانه و تعالى أن يمن عليهم برحمته و أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا و كان نبينا صلى الله عليه و سلم يدعو بمثل هذا الدعاء و كان من دعائه صلى الله عليه و سلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين إخوانا المشاهدين مثل هذا الدعاء من جوامع كني من نبي صلى الله عليه و سلم نحتاج أن ندعو به في سجودنا و هو من أذكار الصباح و من أذكار المساء كذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة و هيئ لنا من أمرنا رشدا و سنتعرف من خلال القصة أن الله سبحانه و تعالى قد استجاب لهم دعاءهم قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ضربنا على آذانهم أي ألقى الله عليهم النوم فناموا لماذا ذكرت الأذن بالذات فضربنا على آذانهم لأمرين الأمر الأول أن أعينهم كانت غير مغلقة كما سيأتي بيانه ثانيا الإنسان إذا كان نائما أكثر شيء يزعجه هو الصوت فلما أغلق الصوت و لم يكن هناك منفذ للسماء فإن نومهم سيكون مستقرا قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ما ناموا يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة بل سنين ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا و كان لبعثهم من نومهم علة و غاية سيبينها الله سبحانه و تعالى في نهاية القصة طيب لماذا قال بعثناهم لأن النوم جزء من الموت و يطلق عليه الموت كذلك الموت الصغرى و لذلك من أذكار النوم لما تقوم من النوم ماذا تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا و إليه النشور قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدى فأثنى الله سبحانه و تعالى عليهم بصفة عظيمة وهي صفة الإيمان إنهم فتية آمنوا بربهم و هذه أفضل نعمة يمتن الله عز وجل بها على عباده نعمة الإيمان ثم قال وَزِدْنَاهُمْ هُدَى و هذه فيها فائدة بل فوائد وهو أن الهداية من الله سبحانه و تعالى ما قال وَزِدَادُوا؟ قال وَزِدْنَاهُمْ هُدَى فالهداية تُطْلَبُ من الله و لأجل ذلك إخوان المشاهدين نحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا نسأل الله الهداية في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم و ذلك لأن نعمة الهداية من أجل النعم التي يؤتاها العبد من قبل ربه سبحانه و تعالى و لذلك لا تطلب الهداية إلا من الله هداية التوفيق لا تطلبها إلا من الله سبحانه و تعالى لا يملكها أي أحد من المخلوقات حتى نبينا صلى الله عليه و سلم قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء و الهداية تنقسم إلى هدايتين هداية إلى الطريق و هداية في الطريق الهداية إلى الإسلام هذه بيد الله سبحانه و تعالى يهدي من يشاء و يضل من يشاء و لكن هذه الهداية بعلمه سبحانه و تعالى و بعدله لا يظلم فيها أحدا و أما الهداية في الطريق فيملكها النبي صلى الله عليه و سلم و يملكها العلماء و يملكها غيرهم من أصحاب الحكمة و أهل العلم كما قال تعالى و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم قال وَزِدْنَاهُمْ هُدَى إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطَا قوله تعالى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أي ثبتهم الله سبحانه و تعالى و هذا نتيجة زيادة الهدى و زدناهم هدى كيف زادهم هدى ثبت قلوبهم القلب هو محل الاعتقاد محل الإيمان و لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر قلبه اهتماما بالغا و يكثر من سؤال الله عز وجل ثبات قلبه على الإيمان و كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك و لما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء و لذلك جاء في سورة آل عمران دعاء أصحاب الألباب السليمة أصحاب العقول قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب و تأملوا إلى هذا الدعاء و إلى دعاء الفتية ماذا قال الفتية قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة و ماذا قال أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال و ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و الأرض لن ندعو من دونه إلها فأثبتوا لله عز وجل خلق السماوات و الأرض و هذا هو الذي يسمى بتوحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المالك لهذا الكون المدبر لشؤونه و هذا الأمر محل إجماع و اتفاق بين جميع الخلائق من آدم عليه السلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم و الناس كلهم على إثبات رب خالق قادر مالك مدبر لهذا الكون لم ينكر وجود الرب إلا فرعون و النمرود فهل يعقل أن يظهر لنا فكر ينادي بإنكار وجود الرب سبحانه و تعالى مخالفا إجماع العالمين و يتفقون فيه مع فرعون و مع النمرود على إنكار الخالق هذا شيء لا يعقل أبدا الفطرة السليمة و العقل الصحيح و الحس و العلم التجريبي كله يثبت وجود صانع لهذا الكون وجود خالق لهذا الكون و القاعدة العقلية المنطقية تقول لكل فعل فاعل و لكل حدث محدث فلا يمكن عقلا أن يكون الكون قد وجد صدفة و لا يمكن أن تكون هذه الخلائق قد وجدت نتيجة خلية واحدة نتيجة الانفعالات التي حصلت فيها و الطفرات التي حصلت فيها تكونت عبر ملايين السنين أو كونت عبر ملايين السنين الخلائق و الأشجار و النباتات و الحيوانات و بني آدم هذا الكلام لا يمكن أن يعقل لذلك قالوا ربنا رب السماوات و الأرض لن ندعو من دونه إلها فاستدلوا على أحقية الله عز وجل بالعبودية و أنه المستحق لأن يصرف له كل فعل من أفعال الخلق بأنه هو الرب هو الخالق هو الرازق و من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَعْبُدُوا واعُبُدُوا辛ِهُ وَالَّذِيَ بِيهِ ذُنْمَا النَّاسِ وَمِنْ ذَلِكَ قولُ رَبِّنَا سُمْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لكون الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فهو المستحق للعبادة وهذا أمر منطقي فالذي خلقك والذي يدبر شأنك والذي يحييك والذي يميتك هو الأجدر بأن يعبد ولذلك نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يستدل بتوحيد الربوبية وبأفعاله وبأنه الخالق الرازق المحي المميت على حقيته بالعبادة قال لن ندعو من دونه إلها ندعو أي نعبد فلن نعبد إلا الله وهذا هو حقيقة كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق في السماوات ولا في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى جميع العبادات تصرف لله عز وجل وحده دون سواه كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فيصرف العبد كل أفعاله مما يتقرب به إلى ربه لله سبحانه وتعالى قال تعالى ألا لله الدين الخالص قال عز وجل فصل لربك وانحر قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا فإخلاص العبادة مقصد من مقاصد هذه السورة ولذلك ختم الله عز وجل بها الآية أو هذه السورة فقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال لن ندعو من دونه إلها أي سنتوجه بعباداتنا كلها لله سبحانه وتعالى لقد قلنا إذا شططا أي أننا إذا دعونا غير الله سبحانه وتعالى فإننا نكون قد افترينا على الله عز وجل الكذب والشطط هو الكذب وهو البهتان وهو القول الزور وفي هذا تعظيم لأمر الشرك وأنه من أعظم الموبقات ومن أكبر الذنوب والكبائر التي هي كذب وبهتان على الله سبحانه وتعالى ثم يقال الله سبحانه هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فبينوا حال أقوامهم وكيف أنهم عبدوا غير الله عبدوا غير الله مع الله سبحانه وتعالى فاتخذوا جملة من الآلهة ليس إلها واحدا المسلم يعبد إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى أما غير المسلمين فلهم آلهة متنوعة ومما ذكر أن أهل قريش كان لهم حول الكعب أكثر من ثلاثمائة وستين صنم ومن الناس من يعبد النار ومن الناس من يعبد الكواكب والأشجار ومن الناس من يعبد الشمس والقمر ومن الناس من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن لكن المسلم لا يعبد إلا إلها واحدا قال فمن أظلم ثم قال لو لا يأتون عليهم بسلطان بي هل عندكم دليل على ما ذكرتم من أمر عبادتكم وهنا أمر أنبه عليه وهو أن أمر العقيدة لا يؤخذ إلا من الدليل الشرعي الصحيح وقد ذكر الله عز وجل ذلك في هذه السورة في غير ما موضع فقال هنا في أول هذه السورة ما لهم به من علم لما قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم وقال هنا لو لا يأتون عليهم بسلطان بي هل عندكم دليل على هذه العبادة الجواب لا المسلم يبني عقيدته على الكتاب والسنة ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والإمام البخاري رحمه الله في كتابه صحيح البخاري بوب على هذه الآية فقال باب العلم قبل القول والعمل قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فالذي يفتر على الله الكذب من أظلم الناس بأن ينسب إلى دين الله ما ليس منه أو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فإنه من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى وإذا كان الكذب على السلطان أو على أصحاب الجاه من أعظم الكذب فكيف بالكذب على الله سبحانه وتعالى ثم قال وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا نستكمل معكم بإذن الله تعالى الكلام على هذه الآية في حلقتنا المقبلة بإذن الله عز وجل هذه السورة وما ذكرنا فيها من معاني إنما هو شيء يسير قد ذكر العلماء فيها استنباطات أكثر من هذا لكن ينبغي على المسلم أن لا تمر عليه هذه الآيات مرورا سريعا وإنما عليه أن يتأمل هذه القصص الواردة في القرآن الكريم عموما وفي هذه السورة خصوصا لأنها مما يقرأها المسلم في كل أسبوع فلا يليق بك أخي المسلم أن تقرأ هذه السورة وأنت لا تعلم المعاني التي تحتويها آيات هذه السورة وبالتجربة أنك إذا علمت تفسير السورة التي تقرأها فإنك تستشعر خشوعا ولذة في هذه الآيات طريقة التعامل معها قراءة التفسير وتدبر هذه الآيات والنظر في بدايتها ونهايتها والنظر في الآيات في ذات السورة وفي غيرها من القرآن فالقرآن يفسر بعضه بعضا والسنة تفسر القرآن فيكون عندك وحدة موضوعية كاملة تتعرف من خلالها على كلام ربك سبحانه وتعالى وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى نستكمل فيه الكلام على سورة الكهف وإلى ذلكم الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة